اشتركوا في القناة متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليها انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاه انا مدمناك مع اني عرف انك طريق اخر وصراك لانا ادرى من حبك اخف ولانا ادرى من حبك اخف ولانا ادرى من حبك اخف ولا ادرى من حبك اخف ولا ادرى من حبك اخف ولا ادرى من حبك اخف ادرى من حبك اخف وقت اخف 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 لنا أدر من حبك أخف ولا أدى أعراض لنبسحك المترجم للقناة عيدها ستبقى فرحانة جداً لما تعرف أنك وفاقتي صباح الخير يا نادية صباح الخير الأنسة الكريمة ستأخذها ويتمشوا قليلاً في الشمس بس الجو بارد برا إذا تريد أقولي لما تنزل بلعكس، سيبيها تتشمس ده شمس الشتة كويسة خلص العظمان تكلمينهم وصار يا ماما خد لنا منهم معادي السنة وقيد أنت أنت بتقول ليه؟ صار يا ماما كلامي هلا يخد أنا معادي هتكلمهم النهاردة إنما هي حاجة كده رباني حاجة جواي بتنقح علي عايزة تخرج زي ما يكون واجع بس واجع حيلي واجع ما لازمني وأنا مش عايزة يروح حاجة كده جواي ما يفهمهاش ولا يعرفها غير اللي يحسها طب أنا وإنت وعرفنا أن ربنا كتابين القبول إنما يعني رأي بنت حضرتك إيه في الفكرة دي أنا أسمع يعني أن طبعه شديد حبيتي بابا هو أنت عايزة تتجوز؟ لا ما علاش هو لسه ما قالش طول ما الكلام عن النسوان يبقى لسه ما قالش عايز يقول يقول للرجالة يجي يزبط حسن عياته يعني يطلب إيدك من أخوك الكبير زي الوصول ما بتقول ياختي وإلا ملكيش كلام معاه كده محتاجين لطلع جواز صفر من قلم الجوازات أه طيب هو جواز الصفر ده بيتعمل بإسمي وبيبعليه صرت مصبور بعد كده حضرتك هتطلق على القنصلية عشان تخلص التأشيرة التأشيرة والبصبور يعني ممكن أسابية ممكن شهورة اشتركوا في القناة أهلاً 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 إيه المفاجأة الحلوة دي؟ اسميك يا نادية خدت نومتها وصحيت وليت الجو حلو فقول تخرج ومشيها شوية انتي هتبقى أمها هيلة يا كريمة أصل اللي قاعدة في البيت تزهق والشمس تنزل بدري والليل بقى طويل قوي تبقى مش عشق أصل اللي عشق يتمنى الليل يطول أعمل لك حاجة سخنة؟ انتي هتضيفيني ولا إيه؟ أنا قلت بس أفوت عليك يا شوف لو محتاجة مني أي حاجة قبل ما نروح صحيح يا عيدة هم نقيد الوقت محتاجة شوية وقت أنا ما بتقول لهاش خلص عشان ما تقديش ومعديش ندية لكن دكتور فريد والممارضة بيطمنوني عليها طب استني هتديكي حاجة بسيطة وانتي مروحة سعيدة انت مزوغ من الشغل بدري؟ أنا استأذنت بدري وانزلت اشتري شوية حاجات دكتور فريد نزل بوزار بجفسه أعمل إيه بس؟ أنا اكتشفت النهاردة النسائية بالمسكينة دي طول اليوم بيدون أكل وهي طبعا مهزبة يزيادة عن النظوم ولا قالت ليش حاجة أتريها جاء تشتري حاجات من هنا لا والله أبدا ده هي رسم ديومني دلوقتي زيارة لمدام عيدة كده برضو ده أنا كنت جاي فعلا نشتري شوية حاجات من هنا شفت يا سيدي قديني سبقتك هون شكرا على كل بتعملي معاني يا سفية ما تقولش كده يا فريد إحنا أحي انت ما تقعدوا تشربوا حاجة لا ده أنا يا دوبة روح أتطمنا العيدة قاعدين؟ لا أبدا إحنا كنا مشيين طيب اتفضل مع السلامة الكريم يا رادي يا رادي يا رادي يا رادي أظن فكرة التمشيك كانت كويسة الماديا أكيد قوليك أنت كمان شكلها هتنام للصبح مش هتغلبك قاعدتي معهم مش غلبة خالص بالعكس أنا بابسة قوي وأنا قاعد عندكم مع نادي يلا يلا يا نادي جو حلو النهاردة خل المردة تقاعد عادة في الشمس يارب تتحسن بسرعة طيب اتفضلي أنا هجيب الحاجة من العرب طب عنك حضرتك لأني فعل لم نساء الخير مساء الخير أهلا يا دكتور عيد عملاء يا ف 난 سعر جوهو لحبه لا واضح جدا طبعا إذنكم أنا هدخل ناديا جدا راح فين يا عريس هو أنت حكيك له حكيلي عب جد لا لا أنت لازم تحكيلي على كل حاجة مش عايزين نقاطع يا دكتور دقلنا بس ربنا يتممها لنا على خير طبعا عزيزي ستاير كل خير طبعا أعنى إذنكم مش هتطلق إلا هو أنت شتريتك الحاجات دي كلها مين اللي هيتبوخ لكم ولا هي بقت تطبخ لكم كمان حضرتك نسيت إننا كنت عايش لوحدي يا دونت طبعنى إذنكم أنا حجيب بقي الحاجات من العربية سايب البنية مرمية في البيت وداير يتفسح سايب البنية متشكرة عنك نورتونا وشرفتونا ده عزيز من يوم ما كنته عندنا المرة اللي فاتت وهو يقول يا ماما لازم نرد الزيارة للجماعة اه ما هو المرة اللي فاتت معادش معنا خالص لو تفتكري جاء من بره وطلع على قطه على طول قصو تلع كان عيان ومرديشي واغوشنا عليه وخاف لا يعديكو الف سلام عليك الله يسلامك سارة انتي وليلي اخبارك معناش مع بعض بانا سنين من ثلاث سنين من ايام فرح نهد بنت خلطي معقولة نهد متجاوزة بلا ثلاث سنين امال ايه ومعها دلوقتي مراد اقبالك سارة اقبالك انت كمان يا حبيبي مش اقبالها لوحدها طب انا عايزة اعرف كل التفاصيل العنوان فين وهيفتح انت انا بصراحة كنت فاكرا ان يجاي اشوفي تياترو بتشوفيه ده ايه ده لسه فيه شغله وتعضب كتير كتير قد ايه يعني قد يمتو ده حينفس اكبر تياترات في مصر طيب حضرتك لازم تديني عقاد نافع علشان اعرف اوضب اموري يعني قولي معانا شهر اتنين علشان بس سلح اسيب الشغل ودور على مطرح يكون قريب من المكان اسكن فيه لو على كده اسيبي شغلك من دلوقتي ومكانك في الشغل موجود معانا وان كان عن مسكن برضو موجود مكاني في الشغل موجود فين والتياترو نفسه لسه مش موجود ما هو انت مش هتطلع على المسرح مرة واحدة؟ مش فيه بروفات الاول؟ ولازم تثبتي نفسك مع الولد لان انا متأكد ان اتنوحك كبير وتستهل تغني لوحدي ما انا بغني لوحدي؟ ده احناك انما هنا حاجة تانية يعني ايه؟ هو مش حضرتك شفت مكان شغلي وشفت العرض بتاعي وعرضت علي شغلي في تياتره الجديد على الاساس ده؟ بقولك حينفس اكبر تياترات في البلد اللي بيجيبوا فرق الاستعراض من مرة؟ عازت تطلع على مصرح الواحدة كده من غير ما بقالك امارة او جمهور؟ انا قلتلك انك عجبانة بس انا الواحدة مش كفاية لازم اتأكد انك عجب الناس والناس سينة غير الناس الرحالة اللي عندوكو خالص هنا عندوهم زوق مخصوص ومايردوش باي حاجة يعني عايزني عامل ايه؟ تصبري وتثبيتي نفسك وما تستعجليش على حاجة وكله بقوانه ووعدك ان حتبي من اكبر فنانات مصر ايوة لكن انا مقدرش اسيب شغلي وبيتي هناك واجه اعود هنا من غير شغل لو على القاعدة ما تشليش هم مكانك موجود انا عندي مطرح صغير انفعك تعالين ايلي فيه؟ نقعد براحتنا ونخطط ونشوف ممكن نعمل بيتي ايه؟ موسيقى 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 زيرب عامل ايه؟ غامل ايه؟ عامل ايه م Hoş منEST للوادي الحمد لله يا حسن الضوضة هنزهها وبتعاباب أكتر منها اكيد وما ايدي وحشها تبا طب هي سهلة تشوفها حتى لو خمس دقايق لأسف، يمكن أن تتعلي لا، بها تشرق لي لو حضرتك عايزني أقعد بيها أنا ممكن أفضل شوي ديها كدر خيرك أنا ما عنديش حاجة هافضل قاعد معها على جمهما هي أكلت وغيرت ومعدنا ما هقرب فإن شاء الله مش هتغلي لاحظة بس اوااااااااااااااا!! هحق أي? هحق لَمساعدتك لنا أكيد غالباً بشأن مساعدتك لنا بฎنو بشأن لا، إنما لا فهلاً مفيش النمى ولا هاعتبر انك بتعتذر عن مجيه هنا تاني معقولة تقدر تستغنى عن نادية بسهولة كده؟ لا طبعاً نادية دي ربي انا رزقني بيها من السم ده هي الحاجة الوحيدة اللي بتهون عليها غربتي تفضلي غير التعتبير هنا كل انا عادتك ولو احتاج دي اي حاجة ممكن تطلو بيها مني ما حضرتك ما سبتني اش اطلب كتر خيرك كان عرفت ان انت اللي جبتلي الشوغل عنده سوفي عن ناسم ازيز ازايك يا عزيز كويس عال انت لك عندي كوباية كاكا ومخصوص وكيكا انت هتختارها لاني معرفتش استقبلك يوم ما فط عليها وقترها لا أبداً تشغليش بالك هو كان هفف عليها يوميها وبس انت كويس جدا لكن مطر عمشي بس عشان جايبها دوية للمعمار لازم تخل عبلي متنان انا اسنك الجاتو مش عاجبك ولا ايه؟ لا أبداً دا حلو قوي يبقى القعدة معي هي اللي مش عاجبك يا خبر ده انا لو حد جالي من شهر واحد بس وقالي ان انا حاوض معاك القعدة دي كنت قلت عليه مجذوء او عنده حم ياه للدرجة؟ ماهي مش درجة واحدة الفرق مقامات ودرجات كتير انما مقامك يا نعمات في نظري عالي قوي كفاية جدعانة والحنية طول بالدنيا ما تأخذنيش يعني وربنا ما يحوجك تشوفها بس انت شفت جدعانتي فيه شفتها في موقفك مع زميلاتك في الشغل كنت بتقفلهم بمئة راجل واخيرهم زميلتك اللي فقدت ولدها لا دي مش جدعانة دا الواجب والأصول واحنا تفرق معانا الأصول قوي ومين فينا ما تفرقش معا بس يعني احنا محلتناش غيرها مالك يا نعمات انت في حاجة شغلاكي ولا بتعيدي التفكير ولا ايه بالزبط اخويتي خير ملو مدايقين علي شويتين ومصرين نجتي تطلبني منهم بيقولوا هي دي لأصول ومين قالك ان كنت هرضى لك بغير كده مين ماما وحشتها يا تقبلينا انت اشتقتلك كتير وليلها يلا يا ماما ومننا بالسلامة عشان انت بحشتيني انا كمان اشتقتلك يا حبيب بتاخدها بحد مش قدر يقعد بعيدة عنها ولا ثانية بقى ليه كده يا مادام عايدة انا كده هزعل من نفسي قوي انا لما عرفت من ست نرجس ان انت فوقتي النهاردة شوية انت قعدة بره قلت عملك مفاجأة حلوة كده برده يا مادام عايدة بالعاكس انت عملت احلى شي بدنا عن جد بتشكلك ما كان لهش لزوم يا ماجدة تعزمينا برا كلها فين جال شايكو انا حنشربه وننزل ومالوي يا حبيبتي انا ما عنديش اغلى منكم فيها ايه لما نقعد نشم شويتها ونبقى نروح عالبيت مش حكاية وان جيتوا للحق مفيش حاجة من مقامكم لا هنا ولا غيره ليه بس يا طنت المكان حلو قوي يشرح يشرح اه يا رب يفضل رأيك كده على طول مساء الخير مساء الخير تحبوا تاخدوا ايه انا هاخد شاي تحبي كيكة مع الشاي النهاردة فيه كيكة قرفة وشوكولاتة وفانيليا انا هجرب القرفة بقولكو ايه ما بالاش زي ما انا عزيز على وصول من الشغر يلا بينا نقوم نروح ونتغدى سوا حيا ماجدة ابدا ابدا ده ايه انت هتعملي فرقات ما بيننا ولا ايه لازم العرساني عوضوا مع بعضهم شوية عروسة عزيز باركلها الف مبروك عزيزي استهلك كل خير مرسي ربنا عوضوا بيكي عن حياتكم كلها عن اذنكم اتفضل 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 مرسي مرسي اتفضل اتفضل الافحظر ربنا عزيز Bassak مرسي قلق اشتركوا في القناة 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 ساعات محتاس انت كبرتي قبل قوانك ولا انت لسه صغيرة انا عارف انك مخدودة بس متأكد انك اول واحدة تتمني للخير ولو يمكن تقف في فوش ساعتي ابدا لكن لازم انت عرفي انك لو مش موافق عليك دوازة دي لا يمكن ابدي ساعتي عليكي ابدا انت تتلع مين بقى واحدة بنت حلالة انا واسك لما تعرفيها هتحبيها قوي لكن لازم تعشريها عشان تعرفيها من جوا حضرتك عرفتها من جوا فين وانت بقى ان شاء الله انت عارف يا نبيلا انا جايزة اكون اديت الكل اللي قدر علي في حياتي مستعدة ديك عيوني لطلب ديها لكن اللي نفسي اقلهولك هي خبرتي في الحياة نفسي تعرف يا نبيلا انه الناس بجوهرهم مش بنظهرهم ابدا واللي من عشره وبنعيش معاه هو معدن الانسان مش بيته وعيلته ومكانته وسط المجتمع يعني اكم من الناس من بيوت طيبة لكن هم مش طيبين واكم من الناس بابا حضرتك عايز تتجوز مين بالزبط بابا واحدة طيبة كانت شغلة في الوتيل في قسم ترتيب الغرف انما سدقيني يا نبيلا ليه؟ ليه توصل لك ده ليه؟ لو مصمم تتجوز انا متأكدة ان فيه الف واحدة تتمنىك لما وحدة مننا زينا مش خدامة تلغيك تقوم حضرتك تصدق وتجري وراها وتوصل معاه للجواز مال فين خبرة الحياة اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ حضرتك مش بيخد بالك انها دحكت عليك زي ما تكون شاب صغير؟ مش واحد في سن حضرتك ومقامك ابداً اللي يقع في الورطة دي عايز تفاهمني ان اللي بتتكلم عنها دي ممكن تكون عايزة تبقى معاك لأي سبب في الدنيا هالفلوسك؟ موسيقى 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 هل تعرف أننا لا تريد أن نتعامل معه؟ راكل سيداء نتعامل مع فدرة في السر مش نجيبه بيوتنا و ندخله حياتنا مالش، وهو الوحيد اللي عارف يرد كهرهانس ألماني هم؟ ولكن أنا هيكون لسه أنا متى عرفت أن نعمله فيه إفريدي حتى جي وش عفويني إفريدي كان مترايب إفريدي على حصي أنا جم وقبضوا عليه دلوقتي مش كلنا عروح ترجلين؟ خلاص، هو جاي ياخد إخل طفعت فلوس الخطوة اللي جاية هيكي بلنا الباسبرتات اللي عانسافر بيها بيقولوا إن جهنيتي النهاردة أحلى من أي يوم قبل كده بيقولوا إن جهنيتي النهاردة أحلى من أي يوم قبل كده كنت بسمعك قبل كده مش لأن المغنى يهمني لأن اللي ما بنا هو اللي كان هممني ولما لقيتك أخدتي أجازة فهمت أنك اخترتي كنت أخدتي يا تالة بقيت وفقتي في مشوارك في مصر فريق لك؟ فريق لأتطمن إنك مخسرتيش كل حاجة في حاجات بتبان كأنها خسائر وبتزعل عليها لكن لما بتقعد مع روحك وبتفكر بيتعرف أني خسرتها مكسا موسيقى 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 خير يا حضرت الزابط أنت بتقود بيتك واحدة هربانة من العدالة أنا؟ أيوة يا فندي كريمة؟ اسمها الحقيقة كريمان وهربانة من جريمة قتل مش ممكن حضرتك لازم تسلمها لي ولا حتتعرض أنت كمان للمسألة يا حضرت الزابط أكيد بعد إذن حضرتك موسيقى هربانة من قطلك موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستعليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معا انا مدمناك مع اني عرف انك طريق اخره سراك لنا ادرى من حبك اخف ولا ادرى من حبك اخف ولا ادرى عرفت انسحا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة